اعتقد يا جماعة هذا واحد انا قلت اعتقد بل اجزم يا جماعة انه هذا واحد من اكثر الاعمال الممتعة والرهيبة اللي تابعتها في حياتي لاحظوا اني قلت اعمال وليس انميات وليس افلام وليس مسلسلات كل الاعمال اللي تابعتها في حياتي هذا واحد من اكثر الاعمال الشيقة والممتعة والرهيبة اللي تابعتها خلال حياتي كله سواء على صعيد القصة او الشخصيات او على صعيد تصنيف الانمي واللي هو كوميديا ودراما ورياضي عطولي خطين أو مية خط تحت كلمات كوميديا لأني أعتقد والله أعلم أنه هذا واحد من أكثر الأنميات اللي انبسطت وضحكت فيها بشكل جدا كبير دقيقة و أنا قلت أعتقد برضه يا عمي أنا أجزم أنه هجمي نؤبه واحد من أكثر الأعمال اللي خلتني أفتص ضحكي الأنغل تامي دراما كوميديا وكمان رياضي حتضحك حتشوف جانب درامي للشخصيات وجوانب درامية في القصة وحتشوف كمان حاجة رياضية وممتعة ما تتكرر بسهولة أنك تشوف حاجة متكاملة من هذا التصنيف آخر أنيمي رياضي تابعته هنا في الابتداء تقريبا أيام سلام دانك والرمية الملتهبة وكابتين ماجد وكابتين رابح وغيرها من الأنميات اللي كنا نشوفها على سبيس تون وعلى قلمات الأطفال هذيك الأيام أوكي كلها كانت ممتعة بطريقة ما ومن منظوري في هذاك العمر ولكن لما تشوف شيء بوعي مختلف وعندك عمق وإدراك أكثر للأشياء رح تكون المتعة أكبر وأحمق برضه في المقابل فرحلتي مع إبو يا جماعة أعتقد رح تظل واحدة من أجمل الرحلات وأمتع الرحلات غير أنه هاجم إنه إبو يا جماعة يكاد يكون خالي من الخيال بنسبة 99% يعني حرفيا إن تجالس تابع عمل رياضي متكامل على صعيد الأنظمة والقوانين فيه اقتباسات لمشاهير وكبار في عالم رياضة الملاكمة ومتى رح تستمتع بهذا الأنمي بشكل أكبر إذا كنت من محبي رياضة الملاكمة قدقني رح تنبسط وتنطرب وتتابع الأنمي حلقة حلقة ويمكن تخش على المانغا كمان عموما عزيز الوجيه اشترك لي في القناة لو ما كنتم يشترك واضغط لايك على الفيديو لو أعجبك وتعال تابعنا لمواقع التوصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش كلها في صندوق الوصف ولو عندك أي اهتمام في عالم الألعاب وبالتحديد لعبة ماينكرافت برضو قناة الألعاب تابعي رح تلاقيها في صندوق الوصف غير كذا وربط لحزامك ويلا بنا نخش على هاي منه إبو قصة الأنمي يا جماعة عن شخص اسمه إبو إبو هذا ولد في الثانوية حياته جدا بسيطة وما يبغى من الحياة أشياء كثيرة أبدا يبغى يساعد أمه في تأجير القوارب تبع الصيد ويروح المدرسة ويرجع لأكثر حرفيا إنسان طبيعي جدا بمتطلبات وأحلام بسيطة وطبيعية جدا ولكن يا جماعة إبو مر لطيف ولاحظوا أني قلت مر لطيف أو لطيف أكثر من اللازم لأنه لازم نعرف هذا الشيء في شخصيات لطيفة وفي شخصيات لطيفة أكثر من اللازم للأسف إبو لطيف أكثر من اللازم وهذا بالنسبة لي كانت حاجة مزعجة في بعض الأحيان يوميا يا جماعة إبو لأنه لطيف أكثر من اللازم صار عرضة للتنمر وكان فريسة سهلة للتنمر ويوم من الأيام وأثناء تعرض وللتنمر يجي شخص اسمه تاكامورا حبيبي تاكامورا ويساعدوا من هذول المتنمرين تكامورا يا جماعة مو بس ساعد إبو أنقذوا خلاص أو تعال انقذتك من هذول المتنمرين لا تكامورا كان الشخص اللي فتح عيون إبو على عالم جديد ورحلة جديدة في حياته ما كان يتوقع أنه ممكن يخوضها موقف بسيط لحظة بسيطة حصلت لإبو غيرت حياته ودخلته في مجال جدا مختلف بعيد عن قوالب الصيد بعيد عن الأشياء اللي كان مهتم فيها تماما تكامورا خلاه يكتشف موهبة مدفونة عنده متخبية داخل جيناته تدخلوا إلى عالم الملاكمة من أوسع أبوابه وللأمانة البداية تبع القصة أو المدخل للقصة هذا اللي أنا ذكرته لكم يا جماعة ذكرني بمقولة جدا جدا رهيبة وهي أنه ما رح تعرف حبك للشي وقدرتك للإبداع فيه إلا لما تجربه كلنا قاعدين نشوف الناس يلاكمه كلنا قاعدين نشوف الناس يسووا أشياء كثيرة هل جربنا نجرب هذه الأشياء؟ ممكن نطلع مبدعين فيها فلذلك إيش؟ جربوا الأشياء يا جماعة ما تعرفوني الشيء المبدعين فيه لأنه هذا بالضبط اللي حصل مع إبو خاص تجربة جديدة بالرغم من أنه كان يشوفها بس لما جربها بنفسه وقع في حبها بشكل جدا جنوني وصار مستعد يفني حياته كلها في سبيل رياضة الملاكمة الصنيف الأنمي مثل ما قلنا رياضي دراما وكوميديا وقدر هذا الأنمي يا جماعة أنه يحصل على تقييمات جدا جدا عالية في أشهر المواقع على سبيل المثال تقييمه في موقع ام دي بي 8.8 من 10 وتشيز تقييم جدا عالي ومصنف في المرتبة 39 في موقع ماي أنيمي لست في قائمة أفضل الأنميات أو في المرتبة 39 فمن ناحية التقييمات يا جماعة والمراجعات الأنمي هذا ما عليه أي خلاف ما شاء الله تبارك الله وبالرغم من أنه الأنمي استمر إلى ثلاثة مواسم بإجمالية حوالي 75 أو 76 حلقة بالإضافة إلى مجموعة أفلام إلا أنه المانغا إلى يومنا هذا ما زالت مستمرة ويفترض أنه استمرارها إشارة لشينو؟ إشارة لنجاحة أنا ما قرأتش المانغا بس لما تشوف شيء مستمر من سنوات طويلة تعرف أنه ناجح أوكي استمرت أكثر من اللازم بس نرجع نقول هذا مؤشر نجاح طبعا ممكن تسأل كده يا وجين تش قصدك كم فصل وصلت المانغا هذه أحب أقول لك ببساطة أنه المانغا هذه بدأت سنة 1989 يعني قبل ما أتولد بسنتين تقريبا وما زالت مستمرة في النزول إلى يوما هذا يعني أكثر من 30 سنة وفي سنة 2019 قدرت هذه المانغا إنها تحقق مبيعات وصلت إلى 96 مليون نسخة خلال مسيراتها كلها 96 مليون نسخة قيمين برضو والله دين النسبة للقصة يا جماعة كانت بعيدة كل البعد عن كونها خيالية والكاتب كان حريص جدا أنه ما يحط أي لمسات قد تكون خيالية أكثر من اللازم بحيث يحافظ على أداء العمل وتقديم القصة بشكل أقرب إلى الواقع قدر الإمكان وهذا للأمانة من أكثر الأشياء اللي حبيتها في الأنمي لأنه انت جالس تتابع أنمي رياضي كوميدي ودرامي في نفس الوقت مبني على أسس وقواعد حقيقية في عالم الملاكرة مش قوانين جديدة ولا قوانين من خيال الكاتب لا كل شيء مأخوذ من عالمنا الواقعي بشكل جدا كامل أو شبه كامل أوكي الكاتب ترك لنفسه مجال بسيط في أنه يحط بعض اللمسات الخيالية ولكنها في الواقع مش خيالية كيف يعني يا وجيه؟ ممكن تشوف واحد كده يجده فجأة تصير طويلة أكثر من اللازم أو تتحرك بشكل لولبي أو أي أن كانت الحركة اللي تصير أو أنه لك ما تكون سريعة أكثر من اللازم أو أنك تسمع صوت الضربات والتحركات بشكل مختلف وغير بشري لحد كبير وممكن تعتقد في البداية أنه أوه إيش الخيال هذا إيش الخرشات الرخيصة هذه ولكن أحب أقول لك لا ستوب 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 هذا مش خيال هذه مجرد لمسات إبداعية توضح لنا مدى سرعة ضربات معينة أو توضح لنا مدى قوة شخصية معينة أو مدى قدرتها في التبديل بين اللكمات وغيرها هذه واحدة من الأشياء اللي في البداية خلتني أقول ايش اللي قاعد يصير؟ بعدين لما بدأت استوعب فكرة الكاتب عرفت أنه هذه الأشياء مرسومة بطريقة إبداعية أو تم توظيفها بطريقة إبداعية بحيث توصل لنا أفكار معينة في رأس الكاتب واحدة من أجمل وأقوى وأروع الكتابات في عالم بناء وكتابة الشخصيات أنا يا جماعة شفتها في أنيمي هاجيمينو إبو صحيح إن الكاتب أعطى طابع كوميدي أكثر للشخصيات وتصرفاتهم ولكن الهدف برأيي هو إنه يخفف من حدة وقسوة عالم الملاكمة ورياضة الملاكمة بشكل عام قدر الإمكان يعني حقيقي معلش أبغاكم تتابعوا هاجيمينو إبو من دون تصنيف الكوميديا قد يقولوني بيكون حاجة مختلفة تماما وغالبا ما كان راح يحضب هذه الشعبية أبدا وأنا شخصيا ما كنت أتوقع أني باستمتع فيه بقدر المتعة اللي استمتعتها فيه لو ما فيه تصنيف الكوميديا يعني أوكي رياضة الملاكمة موجودة حاضرة بقوة جدا في هذا الأنيمي وهي الركيزة والعمصر الأساسي للقصة ولكن برضو القصص الجانبية وتجارب الشخصيات المختلفة من ماضيهم برضو لهم حضور جدا جدا قوي وممتع تم تقديمها بطابع درامي وكوميدي جدا شيء بشكل عام الشخصيات راح تقع في حب ثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة I don't know راح تقع في حب شخصيات كثيرة وراح تحترمهم وتقدرهم بطريقتك الخاصة هذه ما فيها كلام إلا في شخصية اسمها مياتا اختلف العلماء في حبه وكوريه راحة ما يعرفش وضعه أنا من النسبة لي ما أحبه مستفز هو أبو حتى أبو مستفز أحيانا غير كذا يا جماعة بغض النظر عن الأنمي بغض النظر عن الشخصيات اللي كل واحدة منهم تجبرك إنك تحبها أو تقع في حبها بغض النظر عن الكوميديا الممتعة والرهيبة واللي راح تخليك تفتص ضحك في مواقف كثيرة الأنمي يا جماعة هذا يعتبر درس مفصل لكل شيء في عالم الملاكمة تبغى تتعلم عن رياضة الملاكمة وما فيك حيل تقرأ وتبحث بسيطة الحل عندي تابع أنمي هاجمينو إبو صديقني راح تعرف كل شيء تقريبا عن قواعد رياضة الملاكمة عن طرق وأساليب التدريب والحمية الغذائية القاسية جدا في بعض الأحيان عن الأوزان المختلفة والبطولات لكل وزن معين عن أنواع الضربات وطرق الدفاع والهجوم عن عدد الجولات وإيش الممنوع وإيش الماه ممنوع إيش الأخلاقي وإيش الغير أخلاقي حرفيا يا جماعة هذا الأنمي راح يدخلكم إلى عالم الملاكمة من أوسع أبوابه يا عمي أنا بعدما تبعت عشر حلقات أو خمسة عشر حلقة من الأنمي كنت ناوي أجيب لكيس ملاكمة هنا عندي في الغرفة ولكن طلع الموضوع ملغوص ويبغاله مساحة ويبغاله مسامير وشغل كثير ومكلف كمان بس حقيقي اللي بوصله لكم أني تحمست مع الأنمي بشكل جدا جدا رهيب من التفاصيل والمعرفة الرهيبة اللي أخذتها منه عن عالم الملاكمة ثاما يا جماعة الأنمي أكيد ماهو مثالي وفيه عيوب بلا شك فيه تمقيطات في بعض القتالات فيه قتالات ما لها أي ستة وستين لزمة يعني كان بيمكانه منهوها في حلقة وحلقتين واستمرت إلى خمس حلقات على سبيل المثال بس في الجانب الآخر فيه مشاهد أو مباريات قتالية جدا جدا رهيبة وممتعة راح تسجع بكل قلبك وراح تتحمس بكل ما تحمله كلمة حماس من معنى في مباريات رائعة رائعة وممتعة جدا سواء من ناحية القتال أو كتابة القتال أو تصميم القتال نفسه أو الحركات القتالية والأساليب اللي يستخدموها في القتال هذا وبكل حال مثل ما قلت لكم يا جماعة لا تتوقعوا أن متعة الأنمي بالنسبة لي كانت في الملاكمة لا الملاكمة هي حاجة أساسية أي نعم لها حضورها بس برضو فيه أشياء ثانية أنا استمتعت فيها في الأنمي قصص الجانبية للشخصيات وعمقها يبقى الشخصيات فيه شخصيات جدا عميقة في هذا الأنمي تفاصيل دقيقة في الشخصيات في ماضيها جدا جدا رهيبة وراح تبهرة غير شطحات الفريق غير رحلاتهم اللي خارج عالم الملاكمة كانت حاجة جدا جدا ممتعة واستمتعت فيها غير رياضة الملاكمة اللي بقول لكم أن الملاكمة حاجة ممتعة في هذا الأنمي بس الأشياء الثانية الجانبية مرة ممتعة برضو إذا أنت تابعت معنا في تويتش هتعرف قد إيش كنا نضحك ونفطس ضحك على الأشياء اللي تكون جانبية وخارج عالم الملاكمة أنا كان ودي قبل ما أجاوبكم إيش هي شخصية مفضلة أجلس كده يفكر وأقول يا خيمين في شخصية مفضلة بس ما في أدور أدور وأرجع على تاكامورا أدور أدور وأرجع على تاكامورا ما في زي تاكامورا تاكامورا أنا أشوف إنها واحدة من أفضل وأروع وأجمل وأكثر الشخصيات المكتوبة بطريقة جدا رهيبة وممتعة تبغاه في الجانب الدرامي عنده قصة جدا رهيبة ومرة ملهمة تبغاه في الجانب الكوميدي رح يخليك تضحك وتنبسط أو من الجانب النفسي للشخصية الشخصية جدا رهيبة ورزينة وعندها منظور جدا رهيب للأمور غير كذا يا جماعة كان في لمسة جدا جدا حلوة من الكاتب وهي كتابة فلاش باك لكل شخصية مهمة تظهر تقريبا وعادة الهدف من الفلاش باكات هذه ما هو كسب تعاطف المشاهد إنه أوه شوف هذا شرير كيف ماضي هو اللي خلاه شرير يلا تعاطف معه عزيزي المشاهد لا الهدف من كتابة الفلاش باك هو إنه الكاتب يبغاك تعرف كيف صارت هذه الشخصية كيف تشكلت إيش الظروف اللي شكلتها وخلتها تظهر بهذا الشكل عطفت معها ما تعطفت معها الموضوع راجع لك طيب للأمانة هاجمينو إبو واحد من أكثر الأنميات الممتعة فعلا اللي أخذتني في رحلة ما راح أنساها أبدا والحمد لله إنه ردود أفعالي محفوظة على هذا الأنمي موجودة فيها التليقرام يب تليقرام في كل الأنميات تقريبا اللي تابعناها ما عدا هنتر آه يقلب عليك هنتر حزين علي أنه ما سجلت البثور تابعه تاما يا جماعة هاجمينو إبو أنمي رياضي درامي كوميدي جدا ممتع وأتمنى إذا أنتم ما تابعتوه إنكم تعطوه فرصة لأنه فعلا راح يكون تجربة جدا مختلفة وتقييمي الشخصي له هو 9 من 10 أعجبكم العافية يا جماعة لا تنسوا الضغط على زر اللايك لو أعجبكم الفيديو لأنه أكثر شيء ممكن تدعموا فيها القناة تشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا الجرس على طريقكم تعالوا تابعوا للموقع التواصل الاجتماعي والديسكورد والتويتش كل موجودة في صندوق الوصف ولو عندكم أي اهتمام في عالم الألعاب برضو قناة الألعاب موجودة في صندوق الوصف كم معاكم الوجيه شوفكم في الفيديو القادم